مساكم الله بالخير جميعا في دعا دائما نسمعه وبعضنا يكرر اللهم لا تفضحني ولا تشمت بي الأعداء الدعا هذا متكرر ولكن ما عندنا تصور تصور واضح ما عندنا تصور ولكن بالأيام الأخيرة كأني أشوفه تصور واضح جدا أنا من الناس اللي كنت أتعجب على سكوت الملك الله يطول عمره محمد بن سلمان والسيسي وحكام الإمارات على بدأت ووقاحت رجب أردغان دائما محمد بن سلمان السيسي يعني دائما يتكلموا هم سكتين مقزز تعرفي كذلك مثلا مقزز ما كأن أحد يتكلم خاشقجي خاشقجي فأنا بصراحة يودي أنهم يتكلموني يتطيبون الخاطر أو يردون أو يقطعون علاقات وربعا بردين محمد يفتتح مشاريع ودول ومؤتمرات ولا كأن أحد يتكلم طيب والنتيجة النتيجة كأنه تصور سار أردغان هذا كأن يشوفوا على المسرح يفسخ الحياة كالعاهرة كالعاهرة يفسخ 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 الآن عليه كلوت يعني هذا أقرب شيء قربه إنه زي الكلوت عليه على المسرح بذيء ووقع أول كنت يعني مهما كان عدو أو أنه ما يعجبني سياساته بس يبقى له احترامه يبقى أنه رئيس دولة يبقى له يخدم مصالحه يعني لازم يكون فيه احترام معين الآن لا احترام أشوفه كالعاهرة وصخ كل أطرافه الآن هو فضح نفسه وفضح مذهبه وفضح الأخوان وفضح أخلاقه وفضح يعني إنسان تجرد يعني ما في أكبر من هات تجرد على مسرح كالعاهرة فهذا التصور لهذا الدعاء لا تفضحني ولا تشمت بي الآن هو فضيحة وتشمت المعذرة على الخلال الفني اللي بختمه ويقوله إن التجاهل ويذكرني المقولة شهيرة اللي فيلسوف فكتور يقول إن التجاهل يعتبر درسا مفيدا لمن أساء الأدب هو فعلا أردغان أساء الأدب والآن يعطونه درس الآن هو عليه كلت ولا يندر لأيام الجاية وش بعد الكلت الله يستر بس يعتقد أن بعد كلت فيه شغل جبار عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة